طيب ايه تاني؟ حطنا عشب السوبرمتو وده يا جماعة عشب جديد وعشب هايل جدا في مكافحة هرمون الصلع الوراسي اللي هو هرمون الـ DHT المسؤول عن تساقط الشعر وبدأنا نحط كمان أحماض أمينية وفايتامينز عشان يساعدوني على تغذية الشعر السريعة يبقى إذا أنا اشتغلت حوالي 4-5 محفزات للشعر منشطين للدورة الدموية بيساعدوني على تغذية الشعر السليمة وبدأنا كمان نحط معاه فيتامينز عشان يغزيلي فروة الراس ومش أي فيتامينز كمان مضادات أكسادة فيتامين إيه وخلي بالك الكفاين والجنسج والأهوة الخضرة فيهم مضادات أكسادة فبالتالي ده يعملك ايه؟ تحسن كمان في لون الشعر نفسه وزيادة سمك الشعرية نفسها لما يزيد عندي سمك الشعرية مش هتبقى سهلة تكسر مش هتتكسر على طول فيتامين إيه؟ علشان يرتب لي فروة الراس فبالتالي الشعر الجاف أو المتساقط أو الهايش طبعا يحصل تغطيب لفروة الراس فبالتالي الشعرية تخرج عندي سليمة وشكلها حلو شكلها أحسن ومتحستين أكتر طيب بدأنا نحط زيوت طبيعية بقى بس مش أي زيوت يا جبعة بدأنا نحط كل المزيوت الطبيعية اللي بتغذيلي فروة الراس كويس وتسعيدني مع المناشطات إن الشعرية حصل لها غزة مضاعف يعني بمعنى أنت عندك اللوشن ده أنا يمكن بسميه كلمت عنه كتير إنه أقم بلا ليه؟ إحنا حطين فيه إكسترا إكستراكت يعني خلاصات كتيرة وهو إكسترا إفكت يعني بمعنى إنه هو الإفكت بتاعه قوي جدا على الشعرية فبالتالي بيحسن لك جدا طيب أنا بلاقي نتيجة إمتى؟ بلاقي نتيجة بعد أول 15 يوم أول 15 يوم بحست بالنتيجة عاملة زي تدريجي بحست إن التساقط بدأ يقل عندي تدريج وبعد كده ببدأ أدخل في مرحلة إن الشعر يقف التساقط خالص ده أول شهر بعد أول شهر يبدأ يدخل عندي في مرحلة الغزة وبعد مرحلة الغزة يبدأ يدخل معايا في الإمبات فطبعا أنا عندي اللوشن بيساعدني على الوقف التساقط إمبات الشعر وإعادة نمو الشعر تاني من جديد وملء الفرغات اللي موجودة ومش بس كده إحنا حطينا معايا شامبو علشان يبقى فيه نفس مكونات اللوشن وحطينا مجموعة من الزيوت الطبيعية فيها برضو نفس الزيوت ويمكن بتركيز أعلى علشان أنا أعمل إكسترا إفكت عندي للمجموعة فبالتالي تحسين لي جدا نمو الشعر وإطالة الشعر طيب بدأنا بعد كده نعمل إيه؟ بدأنا نعمل الرو بودر عشان أغزي داخلي نعمل الناس اللي عندها فيتامينات نقصة بدأنا نغزي داخلي وخريف الرو بودر ومجموعة التساقط بتساعدني جدا على إنبات الشعر تعالوا نشوف الصور بقى بصوا لست كنت بكلم على مضادة الأجساد أول حاجة ملء الفرغات زي ما أنتوا شايفين الفرغات هو كان عنده صلع وراسي ودأ يحصل عنده إن الشعرية بدأ التملة وكمان الشعرية سمكة بدأ يزيد وكمان لون الشعرية تغير هو ده مضادة الأجساد اللي احنا بنقول عليه بينشط السبغة عندي سبغة الملانين يا جماعة هنشوف صورة تانية مع بعض الصور التانية بصوا الشعر هنا الشعر باين بصوا الفرغات كلها باينة من ورد ازاي كل ده باين الفرغات عندي بدأ الشعر يملى عندي هنا طيعا احنا بنوريكم الحاجات وهي التحسن ما شاء الله على طول وطبعا زي ما بقولكم ما فيش حاجة سحر عندنا في أورجانيكا غير البروتين لكن ده لازم ياخد وقت علشان خاطر العملية الإنبات اللي بتتم ما شاء الله بصوا الشعر يعني بصوا الفرغات احنا باين عندنا ده صلع وراسي وبدأ تدريجي لحد ما وصل ما شاء الله للنتيجة اللي انتوا شايفينها وزاي ما انتوا شايفين احنا دايما بنقول للعميل عفوا بنقول للعميل ان يحط مجموعة التساقط او الازازة جنب راسه علشان يبين سمك الشعرية بدأ عندي يتحسن جدا وبقى تقيل الشعرية بدأت تفرد عندي وبقى شكلها احسن زي برضو هنا برضو الشعرية هناك تويفي ومجعدة عايز اقولك ان الشعرية لما بتتغزة وتتقل تفرد معاك كده الشعرية طول ما هي فضية من جوة تلاقيها لما على بعضها وهشة وجفة جدا لما تبدأ الشعرية تتغزة تلاقي الشعرية بتتقل وليها تقل خلاص هي بقى لها تقل فبالتالي بتفرد معاك بصوا زي ما احنا شايفين التدريجي عامل ازاي ده عميل بعت لنا صوره بصي بقى ده شاب عنده 18 سنة وهو في الجامعة وكان زعلان جدا من التنمر اللي بيحصل لعينه كمان في سنة صغير فطبعا صلع وراسي زي ما احنا شايفين التدريجي اول صورة تاني صورة تالت صورة ما شاء الله كأنه زي رع شعر وما شاء الله دي بمجموعة اورجانيكا وطبعا احنا بتم التواصل والاستفسار على الارقام اللي موجودة وبنتم كمان تشخيص الحالة نفسها وبنعرف ايه بالزبط انت محتاجة ايه ونبدأ نقولك هتمشي على البلان العلاج ايه بالزبط عشان توصل ل النتائج اللي احنا شايفينها مع بعض تعالوا مع بعض بقى ناخد حاجة وانا دايما زي ما قلت لكم بحب اشتغل عملي وحب اوري الناس فيديوهات وصور وكمان نسمع مع بعض اراء عملائنا او الحالات اللي موجودة